موسيقى موسيقى أعزائي طلب الطلبات الصنوية العامة أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى مساء الخير على كل طلبنا الإعزائق مساء الخير على كل مدرس اللغة الإنجليزية الليmeye تابعونا والي احنا كالعادة مستانيين كل ملاحظاتهم حتى نرتكب البرنامج وندنوه من الكمال يكون معنا أحد كوادر اللغة الإنجليزية النهاردة مستر ناجي الجندي صباحاً الخير يا مستر صباحاً النور يا مستر رحمة صباحاً مستر ناجي الجندي لإنجليز سوبرفايزورات مانارهاوس انترناشنال سكوز ونتروتس انترناشنال سكوز صباح الخير مرة تانية صباح النور عليك حبيب مستر ناجي طبعا جمع لنا أهم الأسئلة اللي هي critical thinking على الكسة المقررة على الصف الساري السنوي The Prisoner of Zinda هنبدأ نشوف الأسئلة مع بعض أنا طبعا زي ما احنا متعودين هلقي السؤال ومستر ناجي هيبدأ يترجمه ويحلله عشان يكون واضح بشكل مفصل للطالب بتاعنا نبدأ الحالة مستر ناجي على بارك تليفا نشوف مع بعض كده The Prisoner of Zinda Final Questions Question number one بيقول رودولف راسندل hadn't been lazy all his life and he was skillful explain طبعا السؤال number one لما هنقول رودولف راسندل had been not lazy he had studied hard and learned a lot when he was at German school and German university فالراجل دوت متعلم تعليم كويس يا جماعة and he spoke German as well as English and he could speak French, Italian, Spanish بالنسبة لحتة He was good with a gun strong swordsman and the good at riding horse جميل نشوف مع بعض كده Question number two بيقول Do you think that Rose was persuasive person a persuasive person why and why not سؤال ده من الأسئلة المهمة قوي يا شباب ولازم نبقى عارفين أنه كان موجود في امتحان السنة اللي فاتت وبالنسبة لروز شخصية من الشخصيات المهمة جدا في النوفل لديها طريقة تطلب من اللقصادها اللي هي عايزة ويبقى مستحيل أنها ترفض جميل شي برسودت رودولف to work for sir jacob brodaile who was going to be an ambassador in six months time فهي أقنعت رودولف أنه هو يشتغل لأنه كان في الأول هي واس ليزي على حسب وجهة نظرها ولكن شي برسودت him to work for sir jacob brodaile who was going to be an ambassador in six months time قدرت التقنوع أنه هو يشتغل مع سفير قدرت التقنوع أنه هو يشتغل في خلال ستة شهور مع سفير sir jacob إن شاء الله جميل طيب نشوف مع بعض سؤال ثلاثة ثلاثة يقولي راسندل فلت سوري فور زا ديوك إلسترات لما نقول راسندل فلت سوري فور زا ديوك هتدور في النوفل برضو لو أنت مذاكر فين راسندل فلت سوري فور زا ديوك لما راسندل دخل الان عند الان اونر طبعا والتو دوتر زولادهم الان اونر قالت له انها شي لايك سيديوك مايكل وشي لايك الان بحق وانت اردت ديوك مايكل انها نعطي فلت سوري حس نوم الحموب يسأل اردت لها لماذا راسد في النوفل هنا في المجل إنه ليس مجموعة لها قالت له اشعر اشعر لما راسد لما هو صحيح جدا الان جدا يكون الملك ولكن ليس من حقه حس من كلامها ان ديوك يعني محبوب اكتر من الكينج فده ممكن يمثل له مشكلة في الدور اللي هو يقوم به نشوف مع بعض question number 4 بيقوله لما رودولف وقف قدام الكاسل يا جماعة وصف الكاسل من الحاجات المهمة جدا طبعا وحنا عارفين انها اتواز اولد بطول بلت وموت الاراوند في حواليها خندق من المياه بهايند اتواز الرج مودرن منشن بيت كبير الم Polit 증ري منalystسن كقلذر اتواز والامير المنشن كان تحفي كقبير مثيل لاميال المنشن كان اتجادة Often سلطة محسنه ولكن المولد الارض اتجادةampام تسبح فشرك سلطة مودر نظر وثب حفظ هو فرح أن مايكل عنده بيت يقدر يدافع بيه عن نفسه ضد أي حد حتى لو لم يصدر الريق مايكل مأمن نفسه بكسل مش موجودة ممكن تكون عند الريق جميل نشوف مع بعض ق質問 5 بيولي طالما قال الطالب هنا متاح له أن يقول اللي هو شايفه من خلال فهمه ولكن هو فريدز وسبت are both wise and they give advice to the king but I think that سبت is wiser than فريدز أعتقد أن سبت أكثر حكمة وأثبت في معاكم كثير أن هو أكثر حكمة من فريدز he plans everything he had the idea to send the rassendil instead of the king in the coronation هو اللي كان عنده الفكرة أنه يبعت rassendil للcoronation instead of the king when they found that the king was poisoned in the morning لما لقوا الكينج مسمم في الصباح طبعا من خلال poisonous cakes اللي بعثها مايكل لو جميل question number question البعد كده number six بيقولي ما there was a social conflict in the district of how far do you agree آه يعني إيه social conflict الأول أولاد عايزين طبعا نعرف كلام مهم جدا social conflict يعني صراع اجتماعي والصراع الاجتماعي بيكون موجود ما بين the poor people وما بين the rich people جميع رودولفو هو ماشي في شوارع أستريلس وشاف أن المدينة was partly old and partly new جزء عديم وجزء عديم وجزء جديد لما جيه عند الجزء الجديد شاف أن there were wide modern streets شوارع عريضة كبيرة where the rich people lived in big houses عايشين في بيوت كبيرة في بيوت كبيرة طبعا these people had always lived well under the king's father الناس دول عايشين في صراء في صراء دايما تحت قيادة المالك المرحوم القديم اللي هو الأب رودولفو الثورث تمام تمام so they supported the new king تمام as they knew that nothing would change عارفين عارفينينا مش هي تغيرها يحصل لكن لما راح بص في الناحية التانية عند البور بارت شاف أن البور بارت completely different from مختلفة الريتش بارت وفيها نارو ستريت حيث الناس دول عارفينينا حيث الناس دول عارفينينا بيوت صغيرة هذه عارفينينا حيث 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 الناس دول عارفينينا الناس دول عارفينينا لم يريد أن تغير الأمور تبقى كما هي عايزين يبقى في تغير فعشان كده they did not like the new king ما بحبش بيحبوا المالك الجديد طبعا ولكن they liked ديوك مايكل هنضحوا أكتر لديوك مايكل لما نيجي نسألوها نفسنا هم ليه بيحبوا مايكل لأنه برضو من الأسئلة المهمة جدا في سببين مهمين جدا نخلي بالنا منهم علشان مايكل قالوا لهم هنرى أنه أريد أن يكون مختلفة وعادهم وعادهم وقال لهم إن أنا هغير في حياتكم وعادهم أمال لأمال 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 ومن هنا بيحصل السوشيال ما بين الناس وما بين الناس جميل جميل ننتقل لكوششون نومبر سيفن بيقول سؤال ده مهم جدا برضو رودولف راسندل وهو ماشي نحو الكاسل طبعا ونحو البلس علشان الكورنيشن هنرى أن المارشل أعطي المساعدة للمساعدين لأمال يخشوا في المساعدة يخشوا في المساعدة حيث الناس مخلصة جدا لمايكل فهي توقف ونصوت هو وقف وفكر وابتدى يحمص الحوار قوي جدا ما بينهم ما بين المارشل ويقول له قل لجنودك يطلع قدام يعني مش عايزهم ومش عايزك هكمل لوحد هكمل لوحد أريد الناس الذين живوا هنا لأنهم يخشوا فيهم أنا عايز أخلي الشعب بتاعي يشوف أن الملك بيصق فيهم طبعا سابت شاف أن دي فري باد ايديا من الكينج راسندل تمام و رودولف قررر أنه يتصرف مثلما يتصرف الملوك وقال لك كل الناس يجب أن يحبني كل الناس أنا جايل للشعب كله كل الناس يجب أن يحبني ليس فقط تمام ليس فقط وابتدى يزعف المارشل يقول له لا تفهمني اخبر الملوك أن تذهب ففعلا المارشل ابتدى يدي أردار للسولجر ابتدى يدرك أن المنطقة فعلا فقيرة جدا وابتدى جدا وابتدى الجنب يتصرف المنطقة وابتدى جميع المنطقة وابتدى جدا وكان قريب جدا من الناس لدرجة أنه هستمعين ما يقوله كان سامع الناس بتقول عنه إيه واحد من الشعب طبعا لو انتوا فاكرين ابتدى يقول I'm surprised that he is on his own انا مندهش ان هو الوحده But he's taller than I thought أطول ما كنت متخيل واحد تاني ابتدى يقول His skin is very white His skin is very white Some people smiled with cheered في ناس اسمiled with cheered وابتدت الناس And the others were quiet And looked at him angrily وابتدى يبصوا عليه بغضب لو خلي بالكوا هنا في حيط مهمة جدا هو ابتدى يقول I saw paintings of the Duke And the windows ابتدت أشوف صور لديوك في شبابكم For I knew what they thought of me ابتدت أعرف هما رأيهم فيها إيه فلما يجي يقول لك How did Rasindel know the people's idea of him When he saw the paintings of the Duke And the windows وجيها حتة من الحتة المهمة جدا تمام جميل ننتقل لكواسشن نمبر نين بيقولي How do you think that Sabt was militarily clever? How do you think that Sabt was militarily clever? The question number eight Number nine Nine Yes Number nine بالنسبة لكواسشن نمبر nine How do you think that Sabt was militarily clever? إحنا عارفين طبعا أن Sabt took Rasindel back to the hunting lodge ابتدى ياخد Rasindel عشان يرجعه على the hunting lodge Yes On the way around the kilometer 40 عند الكيلو أربعين ابتدى Sabt يسمع noise of horses coming behind them أصوات خيول خلفهم فابتدى Sabt يقوله We are lucky احنا محظوزين We are lucky بص هنا على ودن Sabt أن هي بتبدأ تسمع عن بعد We are lucky that the wind is blowing towards us أن الرياح جاية نحونا ولكن let's go on يلا بسرعة خلينا نكمل وابتدوا فعلا يكملوا بسرعة جدا After some distance they didn't hear any noise ابتدوا ما يسمعوش أي أصوات ولكن ابتدى Sabt got off his horse ينزل من الحصان and he put his ear to the ground وابتدى يحط ودن على الأرض and said something very important ابتدى يقول I think they are two horses and they are about two kilometers away دول حصانين دول حصانين وعلى بعد 2 كيلو طبعا كده Sabt بيقدر يثبت أن he was military clever ماهر عسكريا تمام جميل جدا question number 10 بيقولي what do you think the mean is a message always will means message always will عايزين نفتكر الأول مين اللي قال الجملة دي يعني مين قال جملة always will مايكل وماكس هولف لما وصلوا عند الفورك يا أولاد فاكرين طبعا لما وقفوا هنا ابتدى مايكل يسأل ماكس هولف ويقول له which way هناخد أني طريق آه تمام آه لان كان في one's right one's left قال له to the right is our road to the left is the castle فابتدى مايكل يسأل ماكس هولف which way هناخد أني طريق يا ماكس فماكس ابتدى يقول له I think we should go to the castle where we can learn the truth نطلع على الكاسل ونعرف الحقيقة تمام فابتدى مايكل يقول له طب why not the hunting lodge ليه ما نطلعش على the hunting lodge على مسكن الصيد اللي المالك موجود فيه تمام فابتدى يقول له if all is will لو كله تمام why go there هنروح ليه لكن if all is not will I fear there will be a trap أخشى أن ده هيكون trap في مسيادة أو فخ منصوب لنا فالجملة دي متقلة من ماكس هولف لمايكل تمام وخدوا طريقهم وراحوا على الكاسل تمام تمام بعد ذات ابتدى يطلع ريدولف مع سابت وابتدوا يوصلوا عند the hunting lodge and they realized that that the king was kidnapped تم بخطف ان الكنج اتخطف وبكده طبعا ابتدوا يفهموا all is will معناها ايه فنقدر نقول أن all is will معناها طبعا مايكلز من managed to kidnap the king from the hunting lodge and they carried him to the castle of zinda وخدوا القلعة وخدوا على القلعة وكبتهم there as a prisoner وخدوا كساجين وطفزوا طبعا بيه كساجين ومن هنا أصبحت the prisoner of zinda شباب كساجين تمام مزبوط طيب ننتقل question number 11 بيقول لي سابت بروف to be wiser than rassendel اكسبلين هذا سؤال برضو مهم جدا in between the lines سابت بروف to be wiser than rassendel سابت أثبت أنه أكثر حكمة من rassendel هنبدأ نشوف هنا جماعة في نهاية chapter 3 لما رضلف عارف طبعا ان الكنج واسكتنابد ابتدى رضلف يتهور شوية ويقول لازم نرجع ونجمع الجنود في الجيش ومايكل فنبدأ نشوف حكمة سابت هنا وهو بيقول wait let's think خلينا نفكر وابتدى سابت يفهم الموضوع حصل ازاي وابتدى يقول I understood أنا فهمت اللي فيها they came here رجالة مايكل طبعا to kidnap the king and they found him at that room in the cellar ولقوه تحت في القوضة if we hadn't escaped دارة سندل لو ما كناش هربنا we would have been killed قال له طيب where is the king now قال له doesn't matter مايفرقش معايا دلوقتي where is the king but you saw at the coronation that مايكل is worried شفت ازاي مايكل the coronation can worried let's think خلينا نفكر how to make him worry a bit more خلينا نفكر ازاي نقلقه أكتر أكتر وأكتر وابتدى سابت يفكر فعلا وابتدى يبدو عليه ان هي هاد another plan for Rasendil وابتدى يقول له the king will be back again in the capital tomorrow الكنج هتكون بكرة في العاصم فالردولف بيقول له how وإحنا we don't know where he is and we will go back and continue the game that you have started هنرجع وهنكمل اللعبة اللي انت لا يبتح فكده سابت wanted Rasendil to be the king again جميل تمام ننتقل لكوششن number 12 بيقول لي سابت was a persuasive person in the beginning of chapter 4 ah سابت شخصية مكنعة جدا طبعا يا جماعة في بداية chapter 4 لأنه هو ابتدى في نهاية chapter 3 يقول له do you want me to be the king again انت عايزني اكون المالك مرة أخرى قال له yes I do تدى رودولف يقول له you are mad the plan is too dangerous الخطة خطيرة جدا فسبت walking up to him when he put his hand on his shoulder تدى يحط ايده على كثه ويقول له listen if you are a man you can save the king go back and pretend to be him ارجع وكمل قال له but the duke knows بس دا الديوك عارف and all his men new قال له ماشي they know but they can't speak they can't speak مش يقدروا يتكلموا علشان زي ما انت عارف طبعا they can't say anything حافظين اولاد طبعا they can't say anything without showing their guilt ما يقدرواش يتكلموا دون ان يفضحوا انفسهم they cannot say ما يقدرواش يقولوا that is not the king because we have kidnapped him عشان احنا خطفينه and they killed his servant فسبت كلامه برسويسف جدا ومكنع جدا وقال لك but i had some doubts رودولف ما زال عنده بعض الشكوك وخايف برضه من المهمة فابتدى يقوله سابت I'm afraid and someone will realize في حد ممكن يدرك the princess has already said the king has changed قال له بص يعني it's risk هي مخاطرة but we must have a king in the capital لازم يكون عندنا ملك في العاصمة or the city will belong to مايكل in 24 hours في خلال 24 ساعة هتكون البلد بتاعت مايكل يمين قال له طب what if the real king is already dead طب لو الملك ميت ياسبت قال له then you shall stay king but I don't think so the king is still alive لأنهم they knew عارفين كويس جدا if they killed him you would stay king and they cannot accuse you ومش هيقدروا يتهموك بanything فبنقدر نثبت هنا جماعة أن سابت was persuasive بدرجة كبيرة جدا في الدائت شابت 4 جميل question number 13 بيولي why do you think سابت راسندل and the duke couldn't do anything against each other why do you think سابت راسندل and the duke couldn't do anything against each other سؤال دم جمع جزئيات كبيرة وبيقول هنا عايزين نثبت أن سابت وراسندل و duke couldn't do anything against each other ما يقدروش يقولوا أي حاجة ضد بعض يعني الجانبين مش يقدرو يتكلموا لو جينا في شابتر 4 في جزئية مهمة جدا أولاد بعدما سابت قعد مع راسندل for 3 hours to teach him عشان يعلموا the duties of the king الواجبات بتاع الملك ابتدى سابت وراسندل وفريدز يعودوا مع بعض and راسندل asked to rest بيطلب براحة قال لك I was not used to such hard work يا جماعة برضو احنا مش واخد برضو على الشغل القاسي ده جدا يعني ففريدز موضوع أزعجه جدا يعني قال له ريست لا يا جماعة يعني انتو حضراتكم عاديين بتعملوا كده وسيبيني انا في النص لو الناس عرفت انا عامل ايه كده انا هحارب مع الديوك خلونا ننتظر مشوف الديوك هيعمل ايه فابتدى فريتز يقول هيقتل الملك ابتدى ثابت يقول له مش هيقدر علشان هينيو ذات اذا اقترب راسندل سيبيني كده راسندل هيكمل ملك وليست اقتربه من ايه وإلا الناس تعرف ان هما زي هف كدنابت فام راسندل ايل وليست اقتربه مايكل احنا كمان مش هنقدر نتهم مايكل دون الاعتراف دون ان اثبت اننا يعني انا مش هنقدر نعترف الا لو قلت ان انا مش ملك قدام الشعب فابتدى فريتز يقول في الحالة دي تبقى جيم لا يمكن ان اعترف يعني كده مش هدش قدر يعمل حاجة كده كش ملك اللي قفلت كده الموضوع قفل خالص وابتدى فريتز سبحان الله يقول استنوا يا جماعة نصر الجالة مايكل موجودين معاه هنا في ستريلسو فابتدى سابت يقوله يبقى النصف الاخر يبقى نبدأ نعرف هنا سؤال برضو مهم او يا ولاد ان سابت وفريتز استنتجوا ان الكينج مست بي ستريل من الجزئية اللي احنا وقفين عندها دلوقتي دي يبقى الكينج مست بي ستيل فاردو الفواقف مش فاهم حاجة فابتدى يقولهم يا جماعة سيكيوز مي مين السكس من اللي انتو بتتكلموا عنهم دول فابتدى فريتز يقوله لسؤال حظ هتقابلهم ايه ده بس على نفسك هم عبارة عن سكس سيشال سولجر مايكل كيبس ات his house at all times حافظينوا ولا ايه هم سكس سيشال سولجر مايكل كيبس ات his house at all times they are completely loyal to maikel شخصيات مخلصة جدا لمايكل ثلاثة من روريتينيا ثلاثة من روريتينيا واحد فرنسي واحد بلجي واحد من بلجيكي واحد من بلدك يا راسندل انجلان اه انجلش يعني فابتدى سبت يقول سيقابلهم مايكل يطلبهم يعملوا اي حاجة مايكل يطلبهم عندهم ولاء تاملوا اخلاص وولاء كامل لا they will do whatever maikel ask them to do فالرودولف بيقول له will they try to kill me ومكن يحاولوا يقتلوني حاولوا يقتلوني هل of course وذا والدوت مما لا شك فيه تماما which three are here in estrell مين اللي موجودين هنا يا فريدز فابتدى يقول له the three foreigners التلاتة الأجانب دي جوتت ها ومين ديتشرت ومين ديتشرت فابتدى رودولف يسأل سؤال مهم جدا ويقول له so they were not the men we met at the hunting lodge يكون شو دول اللي احنا قبلناهم بقى عند the hunting lodge قال له I wish they were أتمنى ان يكونوا هما بس هما زي aren't طبعا زي ما انتم عارفين أولاد because there would be only four not six لأني هما killed the two persons عند the hunting lodge زي ما احنا عارفين طبعا قبل كده تمام جميل طيب ننتقل لكوششن نبر فورتين بيقول راسندل decided to keep some one of his plans secret from سابت and the freds what were those plans احنا اهم جزئية في النوفل هنا طبعا مستر رحمت زي ما حضرتك عارف ان راسندل هيبدأ يتصرف as a king وهيبدأ ياخد plan اللي هو to keep some of his secrets from the most important people he knew سابت and the freds هيبدأ يخبي اسراره عن سابت وعن تريدز بالنسبة لخطة رودولف اللي هتبدأ تعمل منه ملك يا شباب طبعا زي ما انتوا عارفين فاكرينها ولا ايه طبعا اعتقد كلنا المفروض نكون عارفينها هو قال ان my plan خطة بتاعتي was to make myself as popular as I could انا ناوي ان انا خلي نفسي اكثر شعبية by saying nothing bad about my Michael مش اقول اي حاجة عن مايكل to stop the poorer people from thinking badly about me علشان امنع الفقراء انهم ما يفكروا فيه بشكل مش كويس and if they were a fight with michael لو حصل fight مع مايكل they would not want to to follow him مش هيبقوا عايزين ان هما يتبعوا مايكل يكونوا معايا انا تمام وhe started his plan the next day وابتدى ال plan دي تاني يوم he began his plan and he said something very important هنا مستر احمد the more my people saw of me كل مشاعبي هيشوفني the more they would realize I cared about them and their lives ان انا بهتم بيوم وحياتهم اكيد طبعا وبالتالي I was not going to be a distant king هو قرر انه هو he was not going to be a distant king انه يكون ملك بعيد that only people heard about مجرد الشعب حد زي بورج عاجي هو عايز I wanted to be seen عايز اتشاف خستطر في البرور بارتوفتاون حيث البرور بيبل سبورتد مايكل he wanted to have البرور بيبل at his side و I think that he succeeded in that اعتقد انه نجح في ده نجاح باهر بصراحة جميل نشوف كوشن نمبر 15 بيقول لي why did راسندل visit the princes he decided to visit the princes عشان something important جدا كلنا عافينو and the princess was very popular البرنسيس محبوبة جدا من البيبل and the people would be pleased by such a visit الشعب هيتبسط جدا بالزيارة وقال if I had the support of the princess لو انا معايا الدعم والمساندة بتاع البرنسيس that would help me ده هيفرق معايا وهيساعدني كواز جدا تمام question number 16 بيقول لي how do you think that راسندل was a humble king how do you think that راسندل was a humble king humble الاول معناها ياولاد متواضع متواضع طبعا برافو وبالتالي نبدأ نشوف الاحداث راسندل on his way to the princess's palace في طريقه للبرنسيس he stopped to buy some flowers from a poor young girl with gold coin فبص التواضع ان الملك واقف بيشتري some flowers from a poor young girl من بنوتة فقيرة غلبانة جدا فده بيزبط تواضع طبعا جميل جدا من راسندل و I think that increased his popularity دزوئ الشعبية بتاعته جدا because hundreds of people hundreds of people were following him on his way to the princess's palace بيتبعوا بيتبعوا مئات من البشر في طريقه الى البرنسيس لقصر البرنسيس جميل question number 17 بيقول لي there was an inner conflict in treating the princess at her palace there was an inner conflict prisoner of zinda يا جماعة فيها conflict فضيع جدا طبعا ما بين الجود والإيفل ما بين الخير والشر وفي inner conflict في شخصية رودولف راسندل في تعامله مع برينسيس في ليبيا ده معنا السؤال فلما ندور برضو في الجزئية دي محتاجة انك تكون اريكوايس قوي وعايز تعرف ان راسندل قال although I wanted to show her that I trusted her على رغم ان انا عايز اوريها ان انا بسق فيها بس she must not think that she could say what she liked to me because I was not the man she thought I was مش انا الراجل هو مش عايزها تقول الكلام اللي المفروض يتقل زوجها المستقبلي the real king فكان he was very respected man في الموضوع دوت وابتدى يقول she must not think that she could say what she liked to me because I was not the man مش انا اللي she thought I was جميل question number 18 بيولي do you think that راسندل was clever when he covered his first mistake in front of princess Flavia الفرست مستيك طبعا انتوا فاكرينها اولا حصلت فين الفرست مستيك حصلت في البرنسيسس بالاس في القصر بتاع البرنسيس ومايكل came to the princess's بالاس ياوليات طبعا زي ما انتم عارفين and he waited outside فبتدت البرنسيس تقوم وتقول له you do know that will make مايكل angry انت عارف ان دا هيدايق مايكل فقال لها what do you mean how am I making him angry قالت له you haven't asked him to come in ما طلبتش منه يدخل ما طلبتش منه يدخل he has been waiting outside for a long time قاعد برا منتظر بقاله فترة فهو بكل عفوية بتدى يقول but of course he can come in بس هو يقدر يدخل فالبرنسيس was surprised هنا وابتدت تقول له how funny you are ازاي you know هنا نسي البروتوكول نسي الرولز طبعا لان هو مش اوير طبعا بيها مش على رؤية بيها وعلى درايا بيها وابتدى يقول but of course he can come in قالت له how funny you are you know that no one can enter without your permission انت عارف اللي محدش يقدر يخش من غير اذنك فابتدى he covered up the mistake very fast ابتدى يغطي المستيك دي بشكل سريع جدا ويقول oh i'm sorry i wasn't very good at remembering all the rules i had forgotten ابتدى يكفر المستيك يغطي المستيك ان هو نسي وانه he was not very good at remembering all the rules انه هو مش على درايا وعلى تذكر دايما بالقواعد الملكية فكان ذكاء منه جدا طبعا هنا اولاد زي ما انت عارفين تمام question number 19 بيقول لي how did راسندل know the six that the six men also know his secret how did راسندل know that the six men also know his secret ردو الفي عارف منين ان السيكس من بتوى مايكل عارفين سره طبعا في نهاية chapter 4 لما مايكل ابتدى يعرف الثري من لراسندل بيرسندل وديتشيرد وديغوتت ابتدى راسندل spoken English التكلم انجليزي بالانجليش اه مع ديتشيرد اللي هو اللي هجا بتاعته ولكن بلحجة مصطنعة على تباره ان هو مش انجليش طبعا يعني فهي سوه هم اسمايل ديتشيرد اسمايل فهي نيو اذا ديتشيرد اسمايل يبقى هنيو مايسكرت اذا اذا هنيو مايسكرت فهو ادرك كده من الموضوع طبعا واضح جدا وهم عارفين طبعا جميل وبيقول لراسندل here is a letter for you فاكرين طبعا الموقف دوت from the writing I think it's from a woman اعتقد انه من خلال او من الخط باين انه من واحدة امرأة and I have important news for you هنا بقى الاجابة هي I have important news for you عندي اخبار مهمة جدا قال له what is it قال له we now know that the king is at the castle of zinda احنا خلاص عرفنا ان الملك موجود في قلعة زند قال له طيب how do you know عرفت منين تمام قال له we asked about the rest of the six men سألنا عن بقية the six men and we found that they are all there at the castle كلهم موجودين في الكاسل تمام فابتدى رودل في قوله then I must go to the castle انا عايز اروح القلعة لها روح القلعة to save the king قال له that would not be a good idea دا مش هينفع خالص قال له if not today then soon لو مش النهاردة لازم اروحوا قريبا جدا وهنا بتثبت شجاعة رودل في راسندل قوي طبعا زي ما انتم عارفين فابتدى يقول له if you went you would stay there forever لو رحت هتفضل هناك مش هترجع فهي واض سايلنت ابتدى رودل في يسكت خالص وابتدى سابت يقول له what's worrying you راسندل ما لك ايه اللي مقلعك كده قال له سابت tell me why is it wherever I go in the capital I'm followed by six people وده هيكودنا للسؤال number 21 طبعا يا مستر احمد اللي هو بيقول how did سابت keep his promise of protecting protecting راسندل and being at his side ازاي سابت واثب وعده واثبت حماية راسندل وانه دايما بجانبه هنا لما بيقول له why is it wherever I go in the capital I'm followed by six people ممكن تفهمني كل ما مشي في مكان انا ماشي ورايا ليه six people فسابت قال له because I have ordered the same to follow you انا لا يلوم انا لا يلوم يمشوا وراك قال له but why قال له عشان it would be useful for Michael if you disappeared وفيد جدا لمايكل انك تختفي and if you disappeared the game is over اللعبة خلصت فانا بحميك فكده سابت فعلا بيثبت انه هو he was protecting راسندل and he was always at his side جميل شوف question number 22 بيول Antoinette's letter caused misunderstanding and the fight between سابت and راسندل illustrate انتوانت's letter caused misunderstanding يعني بيسبب سوء تفاهد شوية وفايت يعني عراق برضو او حرب ما بين سابت وما بين راسندل هو اللتر طبعا كانت انتوانت بناءا على الديوكس order بعتت اللتر وكتبه في اللتر يعني ثلاث معلومات مهمين جدا المكان والزمان والشرط المكان هيتقابله في الصمر هاوس زي ما احنا عارفين والزمان طبعا ميدنايت والشرط طبعا ايه he must be alone برافو ابتدى سابت يقول اعتقد انه مايكل هو اللي كاتب هذا اللتر فارده الفصوت the same and he was going get through the letter but he saw something at the back of the letter ابتدى يلاقي شيء في نهاية اللتر وبيقول if you don't believe me لو مش مصدقني ask colonel سابت فابتدى سابت يقول له سابت ايه انا ماهرفش حاجة قال له استنى ask sabt about women who had been guest of the duke ask sabt اسأل سابت عن المرأة اللي هي ضيفة عند ال duke and ask for her name begins with a وشوف اذا كان الحرف بتاعها الاول بيبدأ بحرف ايه فابتدى رودولف يدرك انها اتمست بي انتوانت دمودا دي اكيد انتوانت قال له how do you know her تعرفها منين فأي طلدهم ابتدى رودولف يحكي له بقى كل حاجة من خلال طبعا جورج ومن خلال بيرترام في اللقاء اللي هما حضر ما بينهم وما بينهم فابتدى يعرف كل حاجة عن انتوانت فابتدى سابت يقول ابتدى رودولف يقول هنا ويحصل المساندرستاندن يولد ويقول لازم اروح البيت لازم اروح البيت خليني اروح مكانك جميل قال له you can come but you will wait outside تنتظر في الخارج حتنتظر في الخارج فابتدى يقول له I don't believe this woman انا مش مصدق هذه المرأة and you are mad to go وانت كده تبقى مجنون لو روحت فابتدى رودولف يثبت هنا شخصية عنيدة جدا طبعا وبيحب خاطر بحياته وابتدى يقول انا مش مصدق هذه المرأة انا مش مصدق الست دي وانت اروح اما اروح البيت اما اروح البيت ببتدى يهدد سابت ويقول له اما اروح اما ارجع بلدنا وهسيب بقى الموضوع بتاعك ده فابتدى سابت هنا اجريد ولكن على غير الرضا لانه بيجان تنع when to say yes and when to say no تو راسندل ابتدى يفهم شخصيته فهو وافق ولكن على غير الرضا طبعا جميل طيب نشوف مع بعض question number 23 بيقول لي why do you think انتوانيت هيلبت راسندل at the summer house اه ده سؤال برضه من الاسئلة المهمة جدا why do you think انتوانيت هيلبت راسندل في السمر هاوس هي ليه ساعدت راسندل في السمر هاوس اولاد ايه وجه الاستفادة بالنسبة لانيات ساعدين اه هي هو قال لها يعني انا i don't understand you why are you helping me يعني انت ليه بتساعديني هي قالت له جملة واضحة جدا اكيد كلكم فاكرينها i don't like to see people ها being killed انا مش بحب اشوف حد ما اتول يعني but listen you are not safe in this city انت مش بامان في هذه المدينة go quietly after the summer house after 100 meters وبتدت تدل لرودولف how to go out of the summer house and she saved him after 100 meters you will find you will find the ladder هتلاقي السلم سلم climb it up and go run as fast as you can but what would you do انتي طيب هتعملي ايه لطلو ايقلصو have a game to play انا كمان عندي لعبة هلعبها i will tell the diukesmen that you never came هقول رجالة diuk انك مجتش وإف he doesn't find out what i have done يمكننا أن نتعرف مرة أخرى لا شكرا لك أنت ساعدت الملك النهاردة مساعدة قوية جدا وابتدى يخرج من السامر هاوس ولكن حصل اللي حضرتك هتقوله دلوقتي طبعا سؤال نمبر 24 بولي راسندل بروفد تو بي بريف في السامر هاوس كيف تفعل؟ راسندل بروفد تو بي بريف أثبت أنه شجاع جدا طبعا في السامر هاوس انتم مفقين لأي مدى أعتقد أنه لازم نوافق بشكل كبير جدا 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 وابتدى ديتشارد يقول افتح لنا الباب فابتدى ديتشارد هو أنت ديتشارد قاله نامنا ليس مهمة لا اسمها مش مهمة احنا جايين نعرض عليك عرض والعرض هو كالاتي طبعا زي ما انتو كلكم حافظين رحلة آمنة من حدود البلد رحلة آمنة من حدود البلد وابتدى يبتكر خطة للهجوم على رجالة مايكل طبعا طلب منهم ان يدخلوا طلب منهم ان يفتحوا الباب وابتدى ديتشارد ديتشارد رودولف ران ابتدوا هما يضربوا نار طبعا بطه ايضا بطه ايضا بطه ايضا بطه ايضا بطه ايضا بطه ايضا ويقام بطه ايضا بطه ايضا طلب من السلم وابتدى يجري فأثبت شجاع قوي جدا طبعا بخرجه من السمر يمين سؤال 25 بيولي ماذا فعلت راسندل ميك لتظهر انه ليس كينغ ماذا فعلت راسندل ميك لتظهر انه ليس كينغ احنا شفنا المستيك الاولانية طبعا مع برينسس فليفيا ومايكل المستيك التانية طبعا برضو مع البرينسس لما كانوا قاعدين لو تفتكروا اولاد في البول الحفلة الراقصة اللي هو كان عملها ليها وابتدت تقوله انت مالك بقالك أسابيع انت مالك بقالك أسابيع افريونسس افريونسس انا فرحنا لك جدا انك ما ادي اداء كويس جدا ألا ينو انت عارفة انت عارفة سموان وانسسدتو مي مره حد قال لي اني ابرسن اللي عنده بوزيشن في السوسيتي كل واحد لديه مسؤولية مؤخرا فشيه اندهشت وابتدت تقوله كيف تعتقد ذلك انت ازاي متحق هاو انت مكنتش معتقد كده مفوض ان انت مالك لا 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 هنا المسكتب بقى يا أولاد دي وظيفة واحد تاني دي وظيفة حد تاني اخر غيري وهنا كانت المسكتب قوي جدا مسترحمة طبعا زي ما انت عارف لاني المفروض انه هو ابن كينج فالطبيعي ان ابن الملك يكون عارف انه هيكون ملك و هيكون مسؤول فبتدت برينسيس فليفيا افتر شيه واضحة دي وقالت له بطبيعي انت عارف دايما انك هتبقى مالك مالك في يوم ايام كيف تعتقد انه كان احد اخر ازاي تتخيل انه وظيفة حد اخر غيرك دي الساكند مستيك القوي جدا اللي بتثبت بنسبة كبيرة انه ليس كينج شوف مع بعض كده كده بيولي لماذا تعتقد ان راسندل تريد ان اخبر برينسيس فليفيا انه ليس كينج فى اللحظة دي يا جماعة بعدما عمل المسطيق نمبر 2 هو اخبر ان اخبر برينسيس انه ليس كينج لماذا اخبر ان اخبر برينسيس انه ليس كينج اعتقد انه خمس اسباب مهمين جدا انا اخبرها وعند وانه ستبقى ان اخبرت لحراء فشي شود نو فالمفروض تكون عارفة مهم ماذا حدث لها سابقا هو شاف انها لازم تكون عارفة لا يحصل لزوج المستقبل وشي شود نو كل حاجة عن اللعبة اللي انا بلعبها جميل سؤال نوبر 27 بيولي رادلف راسنديل لباعث لكون كينج الوريتينيا كبيرا اكسبي ام ام ارى انك تتعتقد انك تتعتقد انك تكون كينج كينج رادلف يا شباب لباعث لكون كينج رادلف عنده فرصة يكون ملك لروريتينيا مدى الحياة لأنه قال لسابت في شبتر 5 لو أنتوا فاكرين هل أنت مدرك كل الناس عارفة أن أنا الملك حتى الفلبيا أقدر أخطط أن الكينغ والديوك يتقتلوا وأقدر أخطط أن الكينغ والديوك وقال له هذا صحيح صدق صح فعلا يحصل لكن هل تفعل ذلك يا راسندل تقدر تعمل حاجة زي كده قال له لن يجب أن نكون هنا ونبدأ أن نشوف هنا نبل وشخصية رودولف راسندل هنا أولاد لن يجب أن نكون هنا يجب أن يكون شيئا لا يجب أن يكون حقا للمشاهدة روريتينيا وليس عدلا للمشاهدة ليس عدلا وإنصافا للشعب وليس عدلا وإنصافا للبرينسس جميل تشوف مع بعض سؤال 28 بيقول للمشاهدة روريتينيا وطلب منه حاكتين نمبر واحد لن تحضر البرينسس نمبر تو لن تستطيع أي من المشاهدة لتجب أن نتجبها وقال له سأترك سترك بسرلسو لتجب بسرلسو كاميوم يا مارشل وكل صحيح سأخذك إذا لم تجب سترك بسرلسو لتجب 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 عندك السلطة لكون مادة سترك بسرلسو سترك بسرلسو سترك بسرلسو سترك من الديوك ستذرك بسرلسو لو لا تركك بسرلسو سترك بسرلسو سasseرلسو لازم تطلع تقول إن الملك متوفري ومات سترك بسرلسو سترك بسرلس ستقول الشعب من القائد بتاعهم عارفه قال له فندي مياس برينسس فليبيا جميل عايزة أقول لك يا مستر ناجي أنا استمتعت جداً جداً بالحلقة مع حضرتك ومحستش بالوقت معاك وطبعاً مستر ناجي كان مجمع علينا مجموعة من الأسئلة كريتكال سينكينج الجميلة جداً واللي من خلالها هو عمل يعتبر سمري لكسة أزهوري شرفتنا مستر ناجي ونأتمنى أن نشرف لك ربنا يوفق كل طلاب مصر يا رب إن شاء الله شكراً 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 شكراً